موسيقى دلوقتي معدنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة نبدأ جولتنا في الصحافة اليوم من موقعنا موقع صد البلد الإخباري ومنه نقرأ الرئيس السيسي يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن دوله بالأمن القومي المصري استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وأكد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة معربا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات كما أكد الرئيس على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي من بوابة الأهرام نتابع مدبولي إنشاء 500 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة الرئيس سكن كل المصريين عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تنفيذا لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي عدد من الجهات المعنية وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي يليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا سيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى وظهورها بالشكل اللائق وقال الدكتور مصطفى مدبولي يتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن كل المصريين وذلك في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن حيث تم حصر الأراضي الفضاء المتاحة بتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الموجودة داخل هذه المدن ومنها وزارتاء قطاع الأعمال والأوقاف من بوابة أخبار اليوم نقرأ الصحة تسجيل 534 حالة إيجابية جديدة بفايروس كورونا و47 وفا أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد عن خروج 321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية يركفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23375 حالة حتى أمس وأوضحت أنه تم تسجيل 534 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافكة إلى وفاة 47 حالة جديدة وقالت أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 من مايو 2020 فأن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا وذكرت أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 169 ألف و 640 حالة من ضمنهم 122 ألف و 375 حالة تم شفاؤها و 9651 حالة وفاة من موقع اليوم السابع نقرأ البحوث الفلكية السبت الثالث عشر من فبراير أول أيام شهر الرجب كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل ميلاد شهر الرجب حيث يولد هلال شهر الرجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة و 6 دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس التاسع والعشر من جماد الآخرة عام 1442 هجرية الموافق الحادي عشر من فبراير 2021 ميلادية وهو يوم الرؤية ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدى داكار بالسنجال وبذلك يكون يوم الجمعة الثاني عشر من فبراير 2021 ميلادية هو المتمم لشهر جماد الآخرة عام 1442 هجرية وتكون غرة شهر رجب يوم السبت الثالث عشر من فبراير 2021 ميلادية من الوطن نقرأ تموين بدء التسجيل الألكتروني في البرصة السلعية منتصف أبريل قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير تموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن البرصة السلعية ستبدأ بتوفير أولى سلعها في منتصف شهر أبريل المقبل عبر التسجيل الألكتروني كما تم الاستقرار على توفير القمح كأول سلعة للبرصة وأضاف في تصريحاته أنه جرى الاستقرار على أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع وتم عقد اجتماعات تخص مجلس الإدارة فيها كما تم الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية بمشروع القانون الخاص بها خلصنا جزء كبير جدا منها رياضيا نقرأ من مصراوي لتفتح كتب التاريخ صفحاتها الأهلي يتحدى بعن ميونيخ نحو نهاء المونديل سيكون النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا على موعد مع التاريخ حين يواجه بعن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا على ملعب استاد أحمد بن علي في نصف نهاء كأس العالم للأندية المقام في قطر وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على حساب الدحيل القطري ممثل الدولة المنظمة بهدف نظيف سجله حسين الشحات ليضرب موعدا هو الأول في التاريخ للنادي الأهلي أمام فريق أوروبي في مباراة رسمية ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام تيجرز أونال المكسيكي بطل كونكاكاف في المباراة النهائية فيما يلعب الخاسر أمام بالميراس البرازيلي بطل كوبا لبراتدورس في مباراة تحديد المركز الثالث حيث تقام المبارتان يوم الخميس المقبل في اليوم الختامي للبطولة ويسعى الأهلي لتحقيق مفاجأة بالوصول للمباراة النهائية وكسر الرقم القياسي السابق بحصول الأهلي على المركز الثالث في بطولة مونديال الأندية 2006 تحت قيادة مانويل جوزي فيما ينظر بايم يونيخ إلى التأهل للمباراة النهائية وتحقيق مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بالبطولة في 2013 وكذلك تحقيق سداسية تاريخية بعد تدويك البافاري بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر بالإضافة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ننتقل إلى الشأن العربي والدولي ومن سكاينيوز عربية نتابع واشنطن تطالب ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها على السعودية فورا قالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية داعية إياهم إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات وقالت الخارجية في بيانها بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وقد أيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين وأضاف البيان ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني وحث بيان الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثي على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص جريفث لتحقيق السلام مضيفة أنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع ما زلنا في الشأن العربي والدولي ومن روسيا اليوم نقرأ رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارا بحل الحكومة الانتقالية أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء الأحد قرارا بحل الحكومة الانتقالية في البلاد وذكرت وكالة سونة الرسمية أن حمدوك أصدر قرارا استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بإعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات على أن يستمروا في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم ووجه حمدوك بموجيبي الوثيقة وزارات شؤون مجلس الوزراء المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحب دلوقتي هنروح لفاصل قصير وبعد الفاصل هنبتدي مع حضراتكم فقراتنا الحوارية انتظرونا